بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى فيه زواهر كده لما بتحصل في المجتمعات لازم نخلي بنا منها ونقلق وفيه زواهر لما تحصل في المجتمعات لازم نفرح احنا كل الوقت كان عندنا دايما بنفرح ان الجدعانة ده عنوان للمصريين الجدعانة يعني ما حدش يسيب حد في أزمة ولا حد يسيب حد محتاج إلا ويقف في ظهره ولا حد كمان يسيب حد حد بيعتدي عليه إلا ويقف في ظهره ما زال الكلام ده بنشوفه في بلدنا بنشوفه في الطريق بنشوفه في كل حتة تشوف كده حتى بعض الحاجات بنشوفها بعض الحاجات بنشوفها على السوشيل ميديا إزاي لما حد حاول يدايق حد إزاي الناس كلها وقفت معاه ووقفت في ظهره ده حاجة مهمة جدا وحاجة حلوة خالص هي دي الجدعانة هي دي الأخلاق اللي احنا عايزينها تبقى عندنا بس في بعض الأحيين بتحصل زواهر بتقلقنا على الجدعانة دي عارفين الجدعانة دي هي الجدعانة اللي هي بتحسسنا بالكلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام عن الشهامة والرجولة بكلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول مثل المؤمنين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهمcia الجسد الواحد وفي مرة تانية يتكلم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضه وبعضا حس كده بانهم جسد واحد ومحد يقدر يتعرض لهم مجتمعات بتبقى قوية كده بالجدعانة لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا المؤمن المؤمن كالبنيان وقال صلى الله عليه وسلم المؤمنين في تودهم وترحمهم من جل جسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمة والسه ايه اللي بيخليني بقى اتكلم عن الجدعانة دلوقتي انا بتكلم عن اهل الجدعانة بنتكلم عن اهل الشجاعة واهل الشهامة واهل المحب في حاجة لازم نخلص عليها ما تتناسبش خالص من ان هي تفضل في مجتمعنا حاجة كده بتمشي في المجتمع بتخلينا نقلق الجدعانة بتحسس الناس بالامان فما ينفعش ان بقى احنا من اهل الجدعانة ومن اهل الشهامة ومن اهل محبة رسول الله وعندنا حد بيمشي في الشارع وهو خايف اه انا بتكلم عن الموضوع اللي انتوا قصدينه احنا لازم نقضي على كافة اشكال التحرش بالبنات في الشارع ليه؟ لعشان احنا ما يتناسبش ده ان يبقى فيه مجتمع فيه شهامة ورجولة وجدعانة احنا مرة فرحنا بعمل فني عشان نتكلم عن اخلاق اهل الجدعانة لما ازاي كانوا بيحموا الناس وكانوا وقفتهم في الشارع وقفت حماية مش وقف التهديد خلينا اقولكم ان التحرش ده بيشمل كل كلام غير مرغوب فيه وكل فعل ممكن يحسس الانسان ان هو خايف وبيحمل طبع جنسي او بينتهك الجسد او بيتعد على خصوصية بن ادم او على مشاعره كل ده يخلي الشخص مش مرتاح او حاسس بالتهديد او حاسس ان المكان مش مكانه او عنده خوف او يحاسس ان هو مهان او مروع او مسائل ايه او حصل له اي نوع من انواع الانتهاك وده او ما بيوقفش بس عند حد اللامس لكن الكلام ممكن يعمل كده النظرات ممكن تعمل كده خلينا اقولكم حاجة انا شخصيا من الناس اللي بيحبوا ان هم يصنفوا اذا كنا من التكلم على الشارع والشارع لازم يبقى فيه امان ولازم يبقى فيه جدعانة ولازم يبقى فيه شهامة التحرش في الشارع نوع من انواع البلطجة انا بحب كده حب بصنى في التحرش في الشارع لانه بلطجة وهذه البلطجة قد تصل ان هو يطبق عليها قانون البلطجة اللي في بعض الاحيان بيطبق عليها قوانين الانهاب ما ينفعش ان شوارعنا يبقى فيها خوف لازم ايه اللي يحصل لازم يرجع فيها امان لازم الرجال اللي انا بشوفهم كتير وما بيظهروش لازم يبقى هما الكتير هما اللي ظهرين وغيرهم ما يكون لهمش مكان ايه اللي بيخلي الناس بتتدخل والدافع عن شخص لما يكون ضحية ضحية التحرش ده في بعض الناس ان الناس بتتدخل انه عشان يدفع عن الشخص ده ويحاولوا بقدر الامكان ان هما يحسوا ان هما في امان يحسوا ان الشخص ده لو انا حللتي نفروس الناس هو حاسس ان ايه ان الشخص ده لما يبقى في امان البنت دي لما تبقى في امان انا اخواتها يبقوا في امان انا نفسي عم بقى في امان انا كل الناس قريبا يكونوا في امان هو ده اللي اصد وحدث النبي في كالبنيان يشد بعضه بعضا هو ده اللي اصد وحدث النبي كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر والاعضاء بالحمة والسعة بس انا لقت لقت لما شوف ناس للأسف ما يتدخلوش لما يلاقوا حد بيتحرش بيها ليه لانه بيقولوا ايه بيقولوا اصلي لبسها هو كان السبب بس انا ما كناش زمان بيقول كده ليه طيب عشان الجدعانة والشامة كانت واخد حقه كنا رجالة وما زلنا رجالة بس الرجولة دي محتاجة كمان نزودها لازم نبقى عارفين ان المجتمع دي له حرمة ليه حرمة يعني ايه محدش تتعدى على اي مرأة في المجتمع لان التعدي على المرأة ده نوع من انواع التعدي على المجتمع كله وزي ما انا قلت لكم ان المرأة زي مراية عايز تشوفوا المجتمع مجتمع فيه رجالة ولا لا شوفهم في مرأة المرأة وعشان كده لازم نبطل حكاية ان التحرش ده سبب اللبس ما احنا عندنا ناس كتيرة بيتحرش بيهم وهم في كامل اللبس اللي الناس بيقولوا عليهم وهم ما تحرشوا بيهم عشان اللبس يبقى عشان كده لازم نسأل نفسنا ليه في بعض الاحيان المرأة هي اللي بتضغط على المرأة اللي زيها عشان تسكت وبحجة ما تعليش صوتك على الراجل اللي تحرش بيك أو عبت تكلمي أو حرامت ضيعي مستقبلك مع العلم ان ده ممكن يكون سبب ان البنت ضحية التحرش ما تحكيش حتى لأمها أمها اللي هي في الحقيقة هي خايفة انها كمان تلومها يبقى ضحية التحرش مجنة عليه مش شخص بيحب الفضيحة طب ايه اللي حصل دينا حصل تفشي بعض الأفكار اللي منها فكرة ان المرأة هي السبب زي ان طريقة لبسها هي السبب مع ان بعض البحوث بتقول ان نسبة كبيرة من المتحرش بيهم بيكونوا في كامل لبسوه التحرش بياخد بعض الناس كنوع من أنواع اللي انتقام المرأة انها نزلت لساحة العمل طب انت نزلت طب احنا عن كراهك في النزول في ايه اللي حاصل فيعمل كده عشان يعتبر ده بياخد ايه بياخد حقه من المرأة اللي خدت فرصته في الشغل ويحاول يقلم من فرصتها وان زحمته في قلقه متعيشه عوز بالله ايه ده لا في توكل ولا في قيم ولا في يقين من ان رزقك دهت عند الله سبحانه وتعالى فكان لازم يعقبها الايه بان هو يخليها تكره ان هي تنزل وفيه صور تاني كتير جدا 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 منها عدم مرأة ان المرأة في المواصلات لابد ان يكون فيها نوع من أنواع اعتبار حالتها يعني الراجل ما فيش منع ان هو يترك مقعده او مكانه ليها فيما يعملش كده ويسيبها في وسط الزحمة ويخليها يمكن تتعرض للتحرش بحجة ايه انه مش انتوا اللي قلتوا عايزين تشتغله هو احنا بنعمل كده ببعض اللي اه هي عايزة تشتغل لان هي محتاجة للشغل هي عايزة تشتغل لان هي انسانة من حقها ان هي تسعى لرزقها من حقها ان هي تعيش في حياتها في امان ليه احنا ما نساعدش بعد لا يؤمنوا احدكم حتى يحب لأخي ما يحبوا لنفس انت تحب ان انت لما تكون محتاج وتنزل الناس تأذيك والناس توجعك والناس تحسسك ان انت قليل وتحس بالانتهاك ليه كده الكلام ده كمان بيدخل على الخط فيه الطيرات المتشددة ويسندوا فكرة ان ايه ان المرأة هي السبب سواء بقى انت نازل بشنطة لونها كذا انت والله لابسة كمان لون بيج والشنطة حمرة يا اخي هل ده طريقة صحيحة ان انت تتعامل مع المظلوم فتنصر الظالم مع المظلوم مع ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالمرأة وقال استوصب النساء خير فاحنا لازم نفهم ان ده ما ينفعش وده ما يصلحش احنا لازم بشكل واضح نتجنب الفردانية بقى اللي زودت العيار وخلت الناس ما يدعموش الضحية ويقفوا جنبها عشان احنا زالت التفردانية وانا مالي تحل مشاكلها هي فيتخلى الناس عن بعض فتفضل هي بتواجه التحرش ده لوحدها وكأن هي مش من حقها ان المجتمع كله يجتمع كالجسد الواحد عشان يحمي بدنها ويحيي ويحمي قلبها من كل الناس اللي بيحاولوا يسيقوا ليها يبقى احنا لازم نفهم ده ولازم نفهم ان الازى ده مش ازى الوحدة ده ازى للمجتمع كله كمان عندنا الناس مش قال اهتمامهم بالتربيع على القيم واحترام كرامة الانسان وقال كمان الاهتمام بان احنا رب اولادنا عن الرجول الحققية الرجول الحققية ان ما حدش يرضى بان حد يتظنب خاصة لو كان حد ما بيقدرش يدفع عن نفسه في المواطن دي عدم التنشئة على قيم احترام المرأة وقيم حمايتها هيخلي المجتمع يتوجع كتير انا مش موافق ان احنا نعتبر وبقول لكم بكل صراحة انا مش موافق ان احنا نعتبر ان المرأة لما اجي اسأل ويحسى كده تقول ايه او حضر لك اتعربت لأي نوع من ما كلنا بيتعرض لده انا مش موافق لده مش موافق عليه خالص مجتمعنا ما ينفعش فيه ده حضرة النبي لو تعرض عليه الحال ده مش هيكون مبسوط وما ليش دعوة ان حد ييجي يقول لي ما وده بيحصل في الغرب ويحصل في الشرق انا عارف ان هو بيحصل وانا مش بتكلم على ان دوت بيحصل في مجتمعنا بس ما قلتش كده لكن انا عايز مجتمعي يبقى مجتمع منور بانوار حضرة النبي يبقى مجتمعي في اعلى مكانه احنا لو رضينا ان مجتمعنا يبقى بكرة زي النهاردة فانحنا محرومين محرومين من الرحمة والخير والجمال وعشان كده لازم نخرج من كل السور النمطية اللي بتخلينا نقول ايه ما خلاص بقى وهي بقى تصرف نفسها تفضل بقى الأثر للنفس اللي فيها هي تتصرف فيه بقى فلازم ننتوقف عن ده ولازم انا في بعض الاعمال اللي بتعرض حتى بتوطن للتحار وبتعتبره نوع من انواع التعبير عن تقدير جمال المرأة لا 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 خارص ده نوع من انواع اهانة المرأة وعدم تكرمها واي حاجة فنية تحصل كده فاحنا مش موافقين عليها نعمل ايه بقى احنا بقول لحضراتكم انا شوية هتكلم في الأمر ده من البداية احنا لازم الأسرة تربي أولادها على احترام الست كست احترام المرأة واحدة يجي يقول لي هو الرجالة ما بيتمش التحرش بيهم اه لا الرجالة كمان بيتم التحرش بيهم اه صح طبعا انتوا فاكرين لما واحدة تشاغل واحد يعني ايه تحرش بيه فلازم لازم الأسرة تربي أولادها على ان ما حدش ينتهي خصوصية الجنس الآخر لا الراجل ينتهي خصوصية الست ولا ولا الست تشاغل الراجل لازم منواحنا صغيرين نربي أولادنا على ايه على ان هم عندهم احترام للجنس الآخر ازاي احترام الجنس الآخر انه هو دايما يتكلم بنوع من انواع المسافة لازم يبقى فيه مسافة اهدار المسافات ما بين الجنسين هتخلي الشخص يمدي ايده ويمدي لسانه ويمدي عينه ويخلي الوحدة تتعدى وتحاول تخترق خصوصية الرجل ده لازم يوقف من الأول خالص نحصن أولادنا ان فيه مسافة دايما مسافة آمنة ما بينه وبين الجنس الآخر والمسافة الآمنة ده لا هو يتعدها ولا يسمح لحد يتعدها معه يبقى لازم نقرب المسافات الآمنة ما بيننا وبين بعض والمسافات الآمنة دي مسافات قيمية وأخلاقية لإن انتهاك المسافات دي أنا شفت ناس لما بيجي وقولوا انت عملت كده ليه ما البنات معايا صديقاتي أو أصحابي كلهم قابلين ده لا لازم يبقى فيه مسافات آمنة الانسان وهو ماشي يتحرك بيها ده يا راجل السيارة لما تيجي بتمشي لازم يبقى من بين السيارة والسيارة مسافة آمنة مش عايز البناء ده من دم ولح عشان يحصل له الأمان يبقى فيه مسافة آمنة لازم الناس لما تيجي تتحرك في الحياة يبقى عندها مسافة آمنة المسافة الآمنة دي هي اللي بتحقق قوله صلى الله عليه وسلم المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده خلينا نراجع مسألة مسألة المسافات الآمنة فلازم نربي أولادنا على المسافات الآمنة أمر التالي لازم كمان ربي أولادنا بشكل واضح على مسألة أن أي حد يتعرض لأي نوع من أنواع المهانة لابد أن هو يرفض ده لازم الأهالي يعلموا أولادهم أنهم ما يرفضوا ده حضرة النبي قال إيه إن لصاحب الحق مقالة فصاحب الحق يبقى ليه مقالة وبلاشه الوصمة اللي احنا بنوصم بها الناس دي ما أكيد أنت عملت حاجة لإني عشان تحرش بك ما أكيد أنت عملت حاجة عشان هي تبصلك البصة دي لا عايزين بطل الحكاية دي عايزين نراعي هذه المسألة الحاجة التالتة والمهمة إن احنا لازم نعملها لازم نرجع نتكتف تاني أي حد هيبتدي أنا بقول للناس كل أي حد هيبتدي يبص الحد بصة مش مناسبة أو يقول كلمة مش مناسبة لازم الناس تمنعه وترد عليه وتوقفه عند حده وليه نعمل كده ليه نعمل كده نعمل كده عشان احنا بنعمل كده للمجتمع مش فقط لهذه البنت مش فقط لما واحدة تيجي ترمي بلاها على حد نفضل نضحك ونشوف هو عايز تجيب لها ولا لا لا احنا لازم نروح ونقولها اتقي الله اتقي الله ليه مش معنى اتقي الله إن أنا أروح أقول لها أنت ست لعوب لا بطريقة لطيفة أذكر بالله سبحانه وتعالى أقول إيه أقول في الحقيقة الناس بيتعرف تأثيرهم مش إنهم ازاي يغوه الناس الناس تأثيرهم بيكون في الناس إنهم يخرجوا أحسن ما فيهم أنت لو خرجتوا أسوأ ما في الناس فخليتي حد أو خلت المرأة حد يجري وراها لا لشيء عشان جسدها أنا أظن إن هي بتهين نفسها لازم تحترم نفسها وما تطلعش أسوأ ما في الناس دي حاجة كمان مهمة لازم نبتدي من بدري نمنع ده آخر حاجة أنا متصور إن احنا لازم نعملها نعم إن في دور في المدارس للتوعية ضد التحرص وإزاي إن الجسد له حرمة وكمان لازم يبقى عندنا التوجه تجاه التحرش الإلكتروني ولابد إن إحنا نجرمه ولابد إن يبقى عندنا ترسانة من القوانين تمنع ده كله ولابد إن إحنا نتوقف عن اتهام الناس ووصمتهم لإن الوصمة دي لا يعود أثارها إلا على قلوبنا إحنا ومن الحاجات المهمة اللي إحنا لازم نعملها كمان إن إحنا ببساطة خالص لازم نعمل حالة من حالات التكاتف والتعاضد إن إحنا نمنع كافة أشكال التحرش ولازم زي ما أنا حبيت كده إن إحنا نصنف التحرش على إنه نعمل أنواع البلطجة لو تم فيه الأماكن العامة ومهم جدا جدا كمان إن إحنا نعرف إن تنشئتنا لأولادنا على احترام المسافات لجسدهم وكمان التعامل بقدر من الاحترام مع الناس وقدر من الاحترام الخصوصية ده يفتح باب لإن الإنسان يكون متزن أكيد المتحرش ده إنسان مش متزن لكن إحنا كمان لازم نعود الأمور لنصبها ونحافظ على أعراضنا ونحافظ على عرض المجتمع كله بإن إحنا نوقف أي نوع من أنواع تنامي ما دي في هذه الظاهرة اللي بتوجه على القلوب وتعمل تأثير سلبي في النفوس يجب نكون مع بعض وندعم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر يا رب اجعلنا دايما في سلامة واجعل أخلاقنا في متانة واجعل كلامنا يا ربنا باب من أبواب الوعي وباب من أبواب التضامن والتكافل وحفظ الأعراض بكرمك يا كريم وبيودك يا رحيم بعض الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نعرض أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا لبعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي تلقينا عليها جملة من الأسئلة من أسئلتكم وانعرضها النهاردة ونجاوب عليها عشان تفضل صفحتنا على الفيسبوك صفحة تواصلنا ومودتنا ومحبتنا معاكم السؤال الاولاني بيقول زوجي يحملني زنبه يبقى كده بتقول زوجي يحملني زنبه انا مش مبسوط في العلاقة الزوجية دي فخ فخ بيعملوه كتير رجالة لما يكونوا عايزين يعملو يعني ده قد السؤال ده بيبقى في بعض الاحيين بيبقى فخ لما يكون هو عايز يخلي الزوجة هي المخطئة ومش هو عايز يتغير ولا حاجة طيب ما ينفعش ان حد يحمل حد زنبه انه مش مبسوط لان اي فساد في العلاقة الزوجية او اي مشكلة في العلاقة الزوجية سببها الطرفين يعني على سبيل المثال نفترض انه هو كلامه صح ان انت مش بسطة يعني ايه مش موصلاء لمراده من الجواز او لتوقعه من الجواز طيب هو عمل ايه هل هو اكلمك وقالك ازاي انتو الاثنين ممكن توصلوا الى السعادة مش هو بس لان من الافات في الحياة الزوجية ان يبقى واحد شايف نفسه ومدار لعلاقة الزوجية ابدا اللي اتنين شوف حتى في القرآن الكريم لما جيه تكلم عن العلاقة قال وعاشروهن وايه وعاه عاشروهن يعني ايه ايه اللي حاصل اتى بالصيغة تدل على المفاعلة يعني ايه يعني العشرة من الطرفين وعشان كده الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم حتى واحنا راحين ناحية الطلاء ويبقى ساعتها ايه اللي يحصل عين يطبق عليها ايه قانون الاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان لو هي احسنت اليك يبقى انت تحسن اليها ولو انت احسنت اليها يتحسن اليك وندخل في دايرة اسمها دايرة ايه دايرة اهل الفضل مش دايرة اهل الصراع فاذا كان جوزك بيحملك الزنب ده لا الصحيح ان هو مش يحملك الزنب ده الصحيح ان انتو الاتنين تديروا خلافاتكم عشان تنتقلوا من عدم الرضا الى التوافق ثم الى الرضا ثم الى السعادة فانتو محتاجين ان انتو تديروا حياتكم مش هقولك ان هو غلطان في انه مش مبسوط لكن هقولك ان هو غلطان في انه بيحملك الزنب لان احنا في الخلافات الزوجية لا نبحث عن من المخطئ بقدر ما نبحث عن من الحل هو لازم يشاركك في الحل ده وما يرميش عليك ده وما يحاولش يكسرك عشان هو في الحقيقة يحس ان هو مظلوم ويكون ده مبرر ليه في بعض الاحيين ان هو يكون عنده اي شيء خارج الاسرة ايه وعي تسمعي الكلام ده الكلام ده ممكن يهدم حياتك واضح ان انت متأثرة وواضح ان هو قد يكون بيستغل شيء من جلدك لذاتك فانت ما تجلديش ذاتك عايز يحل المسألة هقول لك ثلاث حاجة اول حاجة يقول له تعالى نعود ونشوف ايه اللي يخلي حياتنا افضل مش ايه اللي يخليك انت سعيد وحدك مفيش كده العلاقة ان احنا الاتنين نبقى سعادة لان العلاقة ده مولود جديد بيتولد ما بين ايدنا احنا الاتنين بنا رعاه مش واحد بس اللي بيرعاه زي ما انا مأمورة بطاعتك انت مأمور بان انت تحسن اليه ولذلك سيدنا عبدالله بن عباس لما كان بيدخل بيته كان يتجمل ويتطيب فسألوه انت بتعمل كده ليه قال له انت مسمعتش قوله او تعالى وبعدين ده ترجمان القرآن سيدنا عبدالله بن عباس ترجمان القرآن فقالله ايه قال له انت مسمعتش قوله تعالى قال له ايه وانت بتقولي كده في الكلام بتقولي بيحملني الزنب يعني ومش مبسوط وانت مبسوطة لا مش مبسوط يبقى ولهن مثل الذي ايه عليهن يبقى ايه اللي حاصل يبقى هي انت كمان محتاجة تبسطي فأول حاجة أعودوا وتكلموا تكلموا كل يوم عن المستقبل والسعادة وده واجب عليكم بدلا حصل لكم كده يبقى ولهن مثلوا الذي عليهم يبقى لازم تعودوا مع بعضوا كل يوم وتتكلموا عن المستقبل والسعادة الحاجة التانية إيه غيروا برنامج اليوم وما تستسلميش لأن جوزك يقولك أنا مش مبسوط أنا مش مبسوط قوله بدلا ما نتكلم أن أنت مش مبسوط تعالوا نتكلم إزاي حياتنا تبقى سعيدة السؤال اللي بعد كده بيقول إيه أنا كويسة مع أهل زوجي وازعلت منهم علشان تعبت أنا وبنتي تعب شديد ومحدش منهم سأل علينا وبعد كده أطعوا علاقتهم بينا هل أنا عدم كلامي أنا وأولادي ليهم قطع رحم زوجي معاهم عادي طيب ما أنت عندك مشكلة دلوقتي أن العشرة بالمعروف بعافي يبقى أنت لازم تحسني إليهم مش عشان ما أنا عارف أن أنت جيبتدي على ده قطع أرحم هو الفساد في العلاقات بس بيكون في قطع الأرحم هو عدم الإيجابية وعدم القيام بمراضي الله سبحانه وتعالى في العلاقات بيكون بس أن أنا لما أطع الرحم طيب ما كمان أنا لما إيه ليه حصل أفسد حسن العشرة بينه وبين زوجي ده برضو ده شيء مش حسن وهم كمان مسلمين فليهم حق أن نحن نتعامل مع بعض وبعدين حتى ده مش في سلة الأرحم بس أنه مثلا ليس الواصل بالمكافئ ده مش في سلة الأرحم بس ده في كل العلاقات ليس الواصل بالمكافئ وما المين الواصل يا حضرة النبي قاله ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلا ويبع على كده ليس الواصل والمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت علاقته وصلاها هم صحيح ما قلوكيش لكن ما تقطعيش علاقتهم به وخاصة إذا كنت أنت عندك مصلحة تانية اللي هي مصلحة إيه حسن العشرة لزوجك بدل جوزك معهم عادي ما تخليك أنت كمان عادي تقول ليه أصل ما سألوش علينا ويسابونا لوحدنا ومعكم ربنا لا أنت على طول جددي علاقتك بيهم ولما أنت تعملي كده هم هيحبوك يقولوا دي واحدة طيبة واحدة طيبة ليه بيتراعي ربنا في العلاق فعشان كده تجاوزي ده وما توقفيش عنده أنا أقول أعزل لكم حاجة أنا شفت الحقد والانتقام الدفين في العلاقات بيقتل قلوب أصحابه أنا لازم أعملهم زي ما عملوني طيب وإنت كده ما أنت بقيت زيه لا 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 خارس تلتزم بمكانهم الأخلاق وأحسني إليهم وإن كانوا هم أهملوك وأساؤليك ده يعود عليك بالنفع في قلبك ويعود عليك النفع في أسرتك أن أنت هتحصل على حسن العشرة وهتحصل على قلب زوجك السؤال اللي بعد كده بيقول أعمل في مجال الأدوية وعندي مجموعة من الصيدليات وأقوم بأخذ مبالغ من المال من الناس للاستثمار في الأدوية بمكسب شهري ثابت لمدة عام وبعد العام يتم مراجعة النسبة بعد الجرد وقد كنت بتحديد المكسب على أساس أن الأدوية مسعرة لمدة من سنتين إلى ثلاث سنوات والاتفاق يتم بالتراضي بيني وبين الناس التي تستثمر معي فعل في تثبيت المكسب باب من الحرام مع العلم أن ذلك مشابه لما فعلته البنوك قريبا من نسبة التمنتاشر لمدة عام موزع على الشعور على الشهور وجزاك الله خير ما تعملش زي البنوك ما تتكلمش في مسألة أن أنت تعمل الكلام ده زي البنوك لا خليني اسألني عن المعاملة بتاعت حضرتك وبلاش نتكلم عن البنوك لأن البنوك دي دخل فيه طريقة تانية وفيه تفاصيل تانية وفيه مشخصات تانية تتعلق بيها باعتبارها شخصية اعتبارية وبيعتبارها لها نظام قانوني بيحمي الناس لكن اللي أنت بتعمله ده بيبقى الاتفاق اللي بينك وبين الناس هو الحاجة الوحيدة اللي بتحمي الناس لكن البنوك ليه أسليم حماية وفيه قانون بينظمها اللي هو قانون من سنة 2004 فأنت تخلي البنوك دي ده على جنب جدا وكتعالى كلمني على اللي أنت بتعمله اللي أنت بتعمله ده ده نوع من أنواع الاستثمار نعم ونوع من أنواع التمويل ويكون صحيح بشر إن يكون فيه حساب ختامي نحسب فيه الخسائر والأرباح فإذا كان فيه حساب ختامي وإنت بتحسب الحساب ده وبتتراضوا على ده فدي معاملة جائزة وليس فيها شيء لكن المشكلة بقى اللي عندنا بقى المشكلة اللي عندنا إن أنا بكلم الناس اللي بيتاجروا معاك أو بيتاجروا مع غيرك إنهم لازم يأخذوا ضماناتهم يعني يأخذوا ضماناتهم يأمنوا نفسهم بعد اللي بيحصل في بلادنا وخاصة في الأزمة الاقتصادية دي اللي مش محتاجة يطلع لنا لم يستريح ولا غيره إحنا محتاجين نأمن الناس وعشان كده المعاملة اللي أنت حدق بتكلم عنها دي جائزة مدام هناك حساب ختامي بنحسب فيه الأرباح والخسائر وبندل الناس حقوقهم مع نصحة للناس إن يكون عندهم ضمانات عشان يضمنوا أموالهم فاصل ونرجع نكمل أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم المباركة وفي سؤال بيقول السلام عليكم يا دكتور عمر أنا بابا متوفي من ثلاث شهور وكنت متعلقة بي جدا وهو كان مريض وأنا دايما حسة أني كنت مقصرة معاه مش عارفة أعمل إيه وممكن بعد إذنك تدعيله حاضر تعال نبتدي بالدعاء اللهم إننا نسألك يا رب العالمين أن تجعل قبره منزلا للأنوار ومهبطا للأسرار وأن تجعل يا ربنا قبره ومليئا بألطافك ومليئا بحنانك ومليئا بودك حتى يكون قبره قبر نعيم وسرور وسعادة وفتح وتوفيق وأن تفتح له بابا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيتلقى فيه الرحمة والخير والنور والبركة والجمال يا رب العالمين الحاجة التانية بتقول أن أنت حاسة أن أنت مقصرة معاه إذا كنت قمت باللي عليك أنت الشخص بيحصل كده حاجة كده محتاجين أن نحن نزبط قلوبنا فيه أن أنا أقوم بي يعني أبقى جنبي والدي وأسعده وأعمل اللي في إيدي وأعمل اللي في طاقتي لكن يجي واحد يقول لك ما أنا لو كنت جنبه ساعة ما مات ما كانتش ماء ها إزاي يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجله هو ميت بأجله مش ميت لأن أنت ما لحقتهش بكباية مية حتى لو شرب المية كان ممكن يشربه ويشرق فبلاش الطريقة دي اللي احنا بنتعامل فيها مع أحبابنا احنا مش احنا اللي بنوهب أحبابنا الحياة وجودنا مع أحبابنا مش هو اللي بيخليهم يعيشوا الله سبحانه وتعالى ناداهم فاستجابوا لنداء الله سبحانه وتعالى فذهبوا إلى حبيبهم ذهبوا إلى من هو ألطف على أبيه منك منك ذهب إلى الرحمن الرحيم اللطيف الودود الكريم المعطي فأنت ذهب إلى الرحيم فأنت الطريقة اللي أنت بتعمليها كده وكأنك هتحسس نفسك أن أنت أرحم بأبيك من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي أنت عملتها دي أديني بقول هالكه فبلاش كده بلاش تعود تلوم نفسك لأن دوت ليس من حسن الإيمان ولا من اليقين برحمة الله سبحانه وتعالى بدل ما تفزعي وتجزعي ده حسني ظنك في الله وولي ربك أنا متأقن أن أنت أرحم بأبي مني فيارب يا من أنت أرحم الراحمين عامله بما أنت أهله عامله بالمحبة وباللطف وبالجمال وبالكرم أنت الكريم وقد نزل فقيرا بساحتك فماذا يفعل الكريم إذا نزل بساحته فقير أكرمه كرما يليقه بجودك يا رب العالمين حتى تملأ قبره بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هو ده هو ده يبني إن شاء الله يبارك لك ويكرمك ويجعلك إن شاء الله في الصالحات ويجعلك أن أنت تفعلي هذا لأن هو ده تطريقة في المعاملة مع الله عندما نفقد عندما نودع أحبابنا عند المليك عند الكريم سبحانه وتعالى السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ زوجتي لم تكلم أمي بسبب المشاكل العائلية ومش عارف أصلح بينهم هي يا أخواتي أعمل إيه أقول لك عندك حاجتين كده لطاف أول حاجة ببساطة خالص ما تركس قوي مع مشاكلهم ليه؟ لأن مشاكلهم دي مش حقيقة لا مشاكلهم حقيقة بس دي مشاكل ستات يعني إيه مشاكل ستات تعال ده نوع من أنواع نقسم المرأة لا أنت مش هتفهم كرجل هذه المشاكل إلا إذا رأيت أن المشاكل دي مشاكل امرأة مع امرأة الصورة اللي أنت شايفها دي مشاكل أم مع بنتها غلط زوجتي بتتعامل مع والدتك على أنها امرأة مش على أنها أمها فاستغرابك أن زوجتك بتعمل أو بس بسؤالك زوجتي ما لها ما بتكلمش أمي بسبب المشاكل أيو لأنه ممكن الستات يزعلوا مع بعض ويتخصموا ويتقمسوا طول ما أنت شايف أن هي ما بتكلمش مامتها لا يا مش مامتها هي شايفها امرأة أخرى امرأة أخرى عندها أهدف أخرى ليه علاقتها بيك هي أهدفها أن أنت تفضل جنبها وتفضل هي المفضلة عندك طب وده وتي أعمل إيه في زوجتك يحسسها بالتهديد والخوف رجالة لازم يفهموا ده طب معنى كده إن ده اللي بيحصل ده صح لا بس أنا بفهمك أول الطريق للحل هو الفهم مش أنت بتقول لي أعمل إيه نفهم الأول العلاقة ما بين زوجتك ووالدتك علاقة ما بين امرأتين مش أم وبنتها واضح تقول لي مش أنا وزوجتي واحد لا أنت مش أنت وزوجتك واحد أنت وزوجتك اتنين يعني إيه أنت وزوجتك اتنين هي امرأة لها نفسية وإنت رجل لك نفسية أنت لك سايكولوجيا وإيه ليها سايكولوجيا فما تجيش أنت تحاسبها على إزاي بتعمل معمومتها كده لا إيه مش معمومتها إيه مش شايفها معمومتها بالمناسبة وهل ده ده معناها أن هي ما تحبكش لا طب هل ده معناها أن هي مش شايفة الحياة بشكل صحيح لا هي شايفة أن دي امرأة أخرى عايزة تبقى هي الأولى الليها الأولوية في حياتك فيبيبقى هو ده الصراع تعمل إيه بقى بعد ما فهمت القصة دي عدم فهمك للقصة بهذه الطريقة تحصل مشكلة طب دخولوا إخواتك على الخط بقى الإخوات بيدخلوا على الخط وخاصة أن البنات لما بيدخلوا على الخط بيبقوا عايزين يعملوا إيه آه إحنا الأولى إحنا اللي تعبنا فيه هو أخونا اللي عاش معانا وإنت الغريبة كلام صحيح تعمل إنت إيه بقى ببساطة خالص تعطي لي كل ذي حق حق لا تبالغ في معاملة والدتك وأخواتك عشان مرادك ترضى بالأمر الواقع مش هترضى بالأمر الواقع يبقى تعمل إيه تحسن لزوجتك أول حاجة تحسن لزوجتك وتطيب خاطر والدتك وتقول لها إن بالنامج حياتك محتاجك إن أنت تكون في البيت عشان الأولاد وعشان رعايتهم وتقول لها إن أنا محتاج إن أنا أرعى أولادي زي ما أنت بترعي أولادك وبترعينا وبتحبين وتخلي لولدتك وقت محدد غير مبالغ فيه بكده الأمور تهدأ وبعد ما الأمور تهدأ تبتدي عملية الإصلاح بينهم تبتدي عملية الإصلاح بينهم إيه على وطع مش مضطرب تنقل كلام حلو من زوجتك لولدتك ومن والدتك لزوجتك وده يكون في ميزان حسناتك لإن أنت بتصلح ذات البين بينهم وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده بركة ونور عليك إحنا يا سادة تكلمنا النهاردة عن معنى من معاني تحصيل الأمان في حياتنا وهو إن إحنا نحاول بقدر الإمكان ننشط غدة الرجولة والشهامة والجدعانة بإن إحنا نحمي بعض ونحمي مجتمعنا من كل الزواهر السلبية اللي ممكن تؤثر على إحساسنا بمدد الله سبحانه وتعالى خليكم عايشين بالمعاني اللي توصلكم إلى أوسع الأبواب للدخول على الله الرجولة من أوسع الأبواب اللي تدخلوا بيها على الله لإني الله سبحانه وتعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه تعالوا أن نكون صادقين في ما عادنا الله عليه إن إحنا نحفظ أعراضنا ونحفظ مجتمعنا من كرد الظواهر السلبية وسعيدها أندوق حلاوة مدد ربنا وتنتشر البركة في المجتمع ونبقى في نور حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا رب جمعنا على حضرة النبي بإن إحنا نكون أمان لبعضنا في كل وقت وحين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من الآمنين المؤمنين